اشتركوا في القناة افتتاح عيادة الربو الشديد بمجمع السلمانية الطبي يمثل نقلة نوعية في خدمة المواطنين والمقيمين في المملكة والتي تحظى باهتمام بالغ وأولوية قصرة بمنصفة الاستراتيجية لأن هذه العيادة عادة تعنى بعلاج مرض من الأمراض الشائعة عالميا ويمثل هذا هذا المرض نسبة انتشار مرض الربو ما بين 10 إلى 20% في كل العالم ولكن تنتخيل أن 10% من مجموع مرض الربو تشخص بأنه ربو شديد وعادة الربو الشديد يمثل حمل على المنظومات الصحية العالمية من زيارات متكررة المراكز الصحية والطوارق أحيانا إدخال المستشفيات وأحيانا يستدعي الدخول للعناية الفصوى ومن منظور آخر ارتعينا بمساعدة المستشفيات الحكومية والتوجهات من قيادة والدكتور أحمد الأنصاري أن نفتح هذه العيادة لخدمة هؤلاء المرضى حيث يكون المريض عادة الذي يعاني من مرضى الربو الشديد مقيدا من ممارسة حياة طبيعية مثل الرياضة والتهاب للعمل والسفر طبعا لا شك أن هذه الخدمات شاملة تشمل المواقنين والواقعين بحيث يتم تصنيف الحالات عن طريق استشاري صدر المتخصصين في أمراض الجهات التنفسي وبعدها يتم استبعاد بعض الأسباب التي تعوقت السيطرة على أعراض الرقم مثل التشخيص الخاطئ والاختناقات الليلية وأحيانا يكون سبب وجود أمراض وصاحبات تجعل السيطرة على الربو صعبا مثل تحسس الجيوب الأنفية ومشاكل المعدة والسمنة المفرطة ونؤكد من أن المريض لا يتناول ونتأكد عادة أن المريض يتناول كل عقاقيره والبخاقات بشكل صحيح ومن بعد ذلك نقوم بتشخيص العلاج اللي هو تشخيص المرض الشديد نعم طبعا هذه العلاجات الربو في الآونة الأخيرية خصوصا في آخر عقد شهدت طفرة كبيرة من خلال توفر العلاجات الحديثة وخصوصا علاجات البيولوجي وهذه العلاجات تحتاج إلى عدة دراسات مثل شععة وفحوصات مجهرية وهذه العلاجات البيولوجية عادة غالية الثمن ولكن بفضل الله وبفضل القيادة تم توفيض كل هذه العلاجات في مجمع السلمانية الصبدي ونفتخر بتوفير هذا العلاج وبالمجان لجميع الموضة البحاينية نعم الدكتور ناصر سلمان استشاري أمراض الصادر والجهاز التنفسي بمجمع السلمانية الطبي شكرا جزيلا لك شكرا